أهلا أحبائنا مشاهدين في كل مكان رح أتكلم عن ثلاث قواعد أساسية في قانون الزواج بحسب سفر التكوين إصحاح 2 والآية 24 آية 24 مكتوب لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا هذه أول مؤسسة خلقها الرب له كل المجد ولأهمية هذا الموضوع بيعتبر القاعدة والقانون الأساسي للزواج اللي تابعنا الأسبوع الماضي عن الشيطان بيكره الزواج لأنه قانون الله في الزواج رجل واحد امرأة واحدة ويكون الاثنان جسد واحد يكون الاثنان جسد واحد وهذا أول قانون وضع الرب يترك الرجل أباه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا لأهمية الموضوع أحبائي الرب يسوع اقتبس هذه الآية رجوعا إلى مخطط الله من سفر التكوين عندما جاء رجال الدين ليجربوا أو ليمتحنوا بهذا السؤال ورجع الفكرة الأصلية الأساسية من قانون الله بسفر التكوين أنه هاي هي إرادة الله هذا هو مخطط الله وهذه الهندسة الإلهية والترتيب الإلهي فإذا لا مجال لشذوذ جنسي ولا مجال للزواج من الأقرباء الأقرباء ولا زواج من عدة نساء ولا حريات ولا من مثل هذا الزواج عهد مقدس وضعه الله وهذا وضعه من البداية حتى قبل شريعة موسى هذه الآية نشوف الثلاث قوانين اللي الله وضعها القانون الأول هو قانون الأولوية مكتوب يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته هون بيتكلم عن الترك وخلينا أوضح لما بيتكلم عن الترك بالمقابل في الالتصاق أو الاتحاد بالزوجة هذا لا يعني أنه قل احترام الولدين بالعكس المثل بقول بارك الله البيت اللي بيطلع منه بيت وبالحقيقة الزواج بحسب الكتاب المقدس بتلاقيه عمل عائلة الأسرة كلها بتعمل من خلال الزواج سواء كيفية إيجاد الزوجة وبناء البيت والاحتفال بالعرص وهكذا كل هذه الأشياء اللي بيعملوها لكن يبقى احترام وإكرام الوالدين ألم يقول موسى في الوصاية العشر اكرم أباك وأمك لكي يكون لك خير لكي تطول أيامك على الأرض فإكرام الوالدين واجب جدا فلكن أحباء كتير من الزواجات اللي فيها التدخل الأم أو الكني وبيخلق نوع من المشاكل الأسرية فهون بيتكلم عن الاستقلالية عن العائلة لكن بيضل فيه المحبة والترابط العائلة فهون هذا القانون قانون الأولوية كله أصبح الحب الأهم والأكبر طبعا بعد حب الرب هو حب الزوجة أنه كل اهتمامك وكل محبتك بيتعلق في الأولوية الأولى في الزوجة مش في الأم ولا الأب ولا العيلة ولا الأسرة ولا الأقرباء إلى آخره واحدة من المشاكل الزواج في هذه الأيام تدخل الأسرة سواء الأم أو الأب أو الحماو وعاوزين الولد يتزوج على طريقتهم ويتبع يعني بيسموا ماما ماما بوي يعني عارف بيضلوا ماشي على أسلوب ملأهم بيتكلم عن الرجولة عن القرار بيترك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته شيء الثاني أحبائي قانون المتابعة أنت مش بس يعني بتترك الأب والأم لكن في قانون آخر اللي هو الملاحقة المثابرة المتابعة مكتوب ويلتصق بامرأته أي يتحد اتحاد كامل مش أي اتحاد بفعالية بقوة بخصوصية صارت وحدة عجيبة جدا بين الزوج والزوجة وهي الوحدة بدون نهاية كما قال يسوع ليس بعد اثنين بل جسد واحد وما جمعه الله لا يفرقه إنسان والكلمة العبرية interesting اللي يعني بشكل فعلا جميل إنه بيستخدم كلمة دباك اللي هي نفس الكلمة العربية الدبق عارف اللاصق يعني بقولي يلتصق يعني مثل الغرة مثل اللصيق اللي بيلتصق بامرأته تعارفين في نوع غرة لا يكسر ممكن تحط الغرة أو اللاصق على حجر بتحاول تكسر بيكسر من محل تاني هذا هو المعنى فيه المثابرة فيه الاستمرارية يعني خلاص الله جمعه يلتصق يتحد بامرأته بقوة بفاعلية مثل الدبق مثل الغرة مثل اللصيق يعني غرة اللاصق لا يمكن أن تهدم أو تكسر فطبعا هذا بيتكلم أنه هذا الزواج مبني على قرار عقلي ومحبة قلبية هذا بيتكلم عن مش عن مجرد عواطف وهمية بحبه وانترك بصير كل حياته أو حياتها ينضب حظه أنه ما وجدش الشخص المناسب هذا الزواج بيتكلم عن تسليم عن تكريس كامل عن عهد كامل للرب أول ثم للشخص الآخر فهذا القانون هو قانون مستمر حتى يفرق الأجل بينهما يعني شيء آخر هذا القانون مكتوب يكونان جسد واحد يعني بيتكلم عن محبة غير مشروطة غير محدودة ومحبة متفانية مضحية بتقدم الشخص الآخر وأخيرا أحبائي قانون الوحدة معتش اتنين صار جسد واحد يعني بيفكر في الآخر وهي إلها صورة جميلة جدا عن وحدة الرب يسوع المسيح مع الكنيسة أيها الرجال أحب أحب نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجله وهي كمان ظل مش بس على وحدة يسوع و الكنيسة على الوحدة اللي بتكمل في السماء بين العروس بين العريس اللي هو يسوع وبين العروس اللي هي الكنيسة هاي القواعد الرب وضعها وهندسها من بداية بأول مؤسسة من البداية وضع هذا القانون قانون الزواج فلو في ناس بتعلم قوانين أو قواعد غير هذه القوانين فإذن هو عمليا عم بيكسر كلام الله وكلام الله لا يكسر ولا يلغى فإذن عمليا عم بيألف يعني وحي لنفسه عم بيألف تعليم أو مؤلفات لنفسه هذه القاعدة اللي من الأساس الرب هندسها اللي الرب يسوع باركها واللي بولس الرسول اتكلم عنها وعلم عنها حتى يكون في وحدة في تكافؤ في تكامل في سلام في محبة في الجسد الواحد بين الرجل والامرأة يكونان جسدا واحدا يمكن انت عملت قرارات غلط ولربما عم تواجه الفشل تعرف كل الماضي تحت الدم تحت الدم الرب يسوع اللي بيصفح واللي بيشفي واللي بيغير انا بصلي اليوم في اسم الرب يسوع انه يشفي علاقتك انت وزوجتك يشفي بيتك يشفي اسرتك وفعلا اليوم انت تكون بيت مبارك بيت مبني على اساس الرب يسوع المسيح اذا الرب لمسك وباركك من خلال هذا التعليم شارك الاخرين ربنا يباركك اشتركوا في القناة